مضاعفات واضطرابات حدثت اللاعب أحمد رفعت بعد محاولة إنعاشه بصدمات كهربائية لأكتر من 20 مرة متتالية وتطورات جديدة في الحالة الصحية لللاعب كشف عنها مدير معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان وذلك بعد سقوطه بشكل مفاجئ في أرض الملعب ماذا حدث ولماذا تم استخدام كل هذه الصدمات الكهربائية وإلى أين وصلت الحالة الصحية لللاعب أحمد رفعت كل هذه التفاصيل سنناقشها ونوضح لحضراتكم من خلال تغطيةنا اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر تصدر اسمه مؤخرا ترند منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد وقوعه بشكل مفاجئ وسط أرض الملعب أثناء لعبه في مباراة نادي فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري المصري وذلك دون وقوع أي إصابة له داخل الملعب وذلك يوم الاثنين الماضي في الضقيقة 89 من المباراة ونهار اللاعب أحمد رفعت دون صدق انذار وبدون تدخل من أي لعب آخر وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج وذلك وفقا للتصريحات الرسمية حالة من القلق أثيرت لدى الجماهير وجميع اللاعبين وعكب هذا الحادث وتم معالجة اللاعب فورا من قبل الجهاز الطبي المتواجد في الملعب وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة وهو الآن محجوز داخل غرفة العناية المركزة ننتقل لمتابعة آخر التطورات الخاصة بالحلقة الصحية لللاعب والذي كشف عنها الدكتور سامح السيد الطبيب المعالج لللاعب وقال إن أحمد رفعت تم استقباله في المستشفى وهو يعاني من توقف تام في عضلة القلب مما دفع الأطقم الطبية إلى الاستجابة السريعة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها وأكد أنه بعد مرور أكتر من ساعة ونصف من الإجراءات الطبية تمكن الفريق الطبي من استعادة ضربات القلب لأحمد رفعت وعلى الفور تم نقله إلى قسم الرعاية المركزة للمتابعة الطبية اللازمة حيث يخضع حاليا لرعاية مشددة من قبل استشاريين في مجال العناية المركزة واستشاري أيضا في أوراد القلب والكلام كشف أيضا عن أن وضع اللاعب لا يزال حرج وغير مستقر لأنه يعتمد حاليا على جهاز التنفس الصناعي ورغم الاستقرار النسبي للحالة الصحية الخاصة به إلا أنه يخضع للمتابعة الطبية المستمرة مع تطلعات متغيرة في الحالة الصحية أيضا أصدر مستشفى زمزم المتواجد به اللاعب بيانا رسميا ووضح فيه آخر مستجدات الحالة وذلك بعد حالة القولك الكبيرة التي حدثت وقال أن أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر ومندخب مصر جاء إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاد ووصل في حالة توقف لعضلة القلب وابقا للبروتوكولات الطبية تم إنعاش القلب الرئوي استمر لأكتر من ساعتين وذلك في الطوارئ وأثناء عمل إنعاش قلب رئوي له حدث أكتر من مرة اضطراب في ضربات القلب وذلك اضطرهم لاستخدام الصنوات القراربائية أكتر من عشرين مرة متتالية وذلك قبل أن يتم أيضا وضعه على أنبوب التنفس الصناعي بعد استقرار الحالة أيضا تم نقله إلى العناية المركزة لمواصلة العلاج ووضعه على جهاز التنفس الصناعي في محاولة لضبط نسبة الأكسجين والحمودة وثاني أكسيد الكاربون وجاء في بيان المستشفى أنه تم إعطاء المريد أدوية داعمة لضغط الدم وأدوية محفزة للقلب لاستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف وأيضا للكلة وهو ما سبب استقرار للحالة إلى حد ما كما جرى أيضا عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ وكشف عن أنه تبين عدم تضرر المخ وذلك بعد إدراء العديد من الأشعة عليه فيما أظهرت أشعة الصدر التي تم عملها وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوي وذكر المستشفى أن اللاعب أحمد رفعت حصل على أدوية أخرى للحفاظ على نسبة الأكسوجين وتاني أكسيد الكربون فضلا عن مضادات حيوية للتهابات الصدر وأدوية داعمة لضغط الدم وأشار إلى أنه أيضا تم متابعة المريض عن طريق طبيب الكلة وذلك لكلت كمية قلبه النتيجة لتأثر الكلة بسبب طول مدة إنعاش القلب الرئوي بينما تم عرضه على استشاري قلب واستشاري مخ وأعصاب لتقييم حالته ومتابعتها أيضا وابقا لبيان المستشفى فحالة اللاعب أصبحت أفضل بالنسبة لضغط الدم ولكنه حتى الآن لم يسترد الوعي بشكل كامل وتقوم إدارة المستشفى والطاقم الطبي أيضا بتقديم أقصى ما يمكن تنظيمه من الخدمة الطبية لللاعب من بيان المستشفى دعونا ننتقل الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق والذي نفأ وجود توقف للقلب لمدة ساعة ونص وأشهر إلى أن هذا التشخيص غير ضقيق وأكد أن الحالات المفاجئة لا تشمل توقف القلب لمدة طويلة ويجب استبعاد هذا التشخيص من الحالات الطبية المحتملة واعتبر الدكتور جمال شعبان أن هذا التشخيص يشير إلى وجود خلل في عضلة القلب أو حدوث جلطة في الشريان التائية خاصة عندما يحدث ذلك لأشخاص بيتراوح عمرهم دون الخمسة وثلاثين عاما أيضا استشهد الدكتور جمال شعبان بواقع مشابهة تعرض لها اللاعب رابكسين عندما توقف عضلة قلبه جراء خلال كهربي في إحدى المباريات التي أيضا تعرض فيها لمثل هذه الحادثة وكشف الدكتور جمال شعبان عن أن اللاعب أحمد رفعت فقد الوعي قبل سقوطه وقال أن طريقة التدليج التي تمت على منطقة الصدر كانت غير صحيحة وأكد أن أهمية البداية السريعة لإنعاش القلب والدماغ خلال الخمس لقائق الأولى بما في ذلك أهمية تقديم مساج للصدر في مثل تلك الحالات أيضا شدد على أهمية توفر أجهزة الصدمات الأوتوماتيكية في الملاعب وذلك لضمان التدخل السريع والفعال في مثل تلك الحالات الطارئة الدكتور جمال شعبان نوى أيضا إلى أن وضع اللاعب أحمد رفعت على جهاز التنفس الصناعي يعني أنه لم يتمكن من التنفس بشكل صحيح قبل وقوع الحادث كما كشف عن مفاجأة تتعلق بحالة اللاعب وقال أن هناك احتمالية لوجود خلال ورافي في الحالة وأيضا لمح إلى أن هناك أشخاص أخبروا بأن والد اللاعب أحمد رفعت توفي بسبب ظروف مشابهة لتلك التي تعرض لها اللاعب مما يشير إلى وجود توارث في الحالة لأن المسببات المحتملة للأزمات أو لأزمات القلب المفاجئ بشكل خاص متنوعة والدراسات تشير إلى أنها قد تصيب الأشخاص في جميع الفئات العمرية ورغم أن مرض الشريان التاجي يبقى السبب الرئيسي لدى الأشخاص الأكبر سنة إلا أن الشباب قد يواجهون مشاكل متعددة مثل عدم انتظام ضربات القلب وأيضا اتراب قهرباء القلب وذكر أيضا الدكتور جمال شعبان أن هناك إجراءات يجب اتباعها في مثل هذه الحالات وهي ضرورية جدا من دبن هذه الإجراءات التدخل الفوري لإنعاش عضلة القلب في الثواني والدقائق الأولى كما ذكرنا في الخمس دقائق الأولى والتدليج باستخدام جهاز صنمات للقلب باعتبار التحرك الأساسي لإنقاذ بحياة الشخص أيضا يجب محاولات الحفاظ على حيوية القلب والمخة وأيضا علق قائلا أن كل تأخير قد يتسبب في فقدان حياة الشخص أو استعدته في حالة خطيرة ومترجعة بسبب تلف خلايا المخ منها دكتور شعبان من ناحية أخرى دعمت عدد من الأندية اللاعب أحمد رفعت ونشرت الأندية الرسمية الصفحة الرسمية لنادي استنفيل عبر فيسبوك رسالة لهم واجهة لللاعب أحمد رفعت جاء فيها كل أمنياتنا في الشفاء العاجل لللاعب المصري أحمد رفعت أيضا نادي إيسي ميلان الإيطالي نادي إيسي ميلان الإيطالي نشر على صفحته الرسمية على موقع أكس رسالة دعم لللاعب وقال فيها قلوبنا مع عائلة اللاعب المصري أحمد رفعت وتمنياتنا له بالشفاء العاجل أيضا لم ينسى نادي زمالك المصري لعبه الصابق وعلق النازي على صفحة الرسمية للفريق وكتب رسالة دعم قال فيها خالص دعواتنا بالشفاء العاجل للاعبنا السابق أحمد رفعت الحين أنه الدكتور جمال شعبان من خلال توقعات وفاجأ الجميع ولكن في النهاية يظل الوضع الصحي لللاعب قضية توثير القلق والتفير وتؤكد أهمية اتخاذ الأجراءات الوقائية والتدابير الطبية اللازمة في الوقت المناسب وذلك ندعو الجميع إلى التوعية والحذر ونتمنى الشفاء العاجل لللاعب أحمد رفعت والعودة إلى الملاعب بأفضل حالة وذلك بسبب حدوث مضاعفات واضطرابات له نتيجة تكرار الصنمات الكهربائية لأكثر من 20 مرة تمنياتنا لللاعب أحمد رفعت مرة أخرى بالشفاء العاجل شكراً لحضرتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء